بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة من شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويطولوا صحرا مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء بماء همغ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدد وحملناه على ذاتها الواحي وبسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفذ ونقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ونقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أبسل عليهم ليحا صرصرا في يوم محسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشق سيعلمون ودمن الكذاب الأشق إنا مرسلنا قد فتنة لم فاقتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فلا دوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ومذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ونقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ونقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعبهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجههم ذو كوم السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مكتب شكراً لكم شكراً لكم